من أصل فلسطيني من ترشيحة ترشيحة اليوم بعد كل هالسنوات شو بأي من ذكريات مسقط الرأس يعني من حنين من وجع من معاناة شو بتتذكر بتذكر جمال ترشيحة ترشيحة جميلة جدا أنا باعتبر أجمل بلد في العالم يعني الجو العام هي طبعا جبالي ومشهورة بالحراج والأرض الزراعية بلد يعني أنا بذكرها بابكي بابكي من القار أجمل أجمل شيء هي طبعتي بترشيحة شو بتذكر الأهل أسرة عشتوا عشت هناك كم سنة عشت يعني بدأت قولي دعشر سنة نعم مع الأهل والعيلة مع الأهل والعيلة صح قبل ما تنتقلوا تجول على السورية نعم نعم أنا والدي كان فلاح يعني نحن عائلة فلاحية كان يزرع التبغ دخان نعم فكان من المزارعين المعروفين يعني في ترشيحة نعم وبشكل عام هو يعني أهل ترشيحة بشكل عام أغلبهم يزرعوا دخان طلبهم يزرعوا دخان نعم مصدر عيش يمكن لأيلون طبعا نعم وبعدين يعني الدخان ترشيحة نعم كثير معروف لدى الشركات الدخان الأجنبي يعني بفضلوا دائما كماركة من ترشيحة يعني نعم شو كان دور الأهل بين أجراحات وبدايات ممكن عارضوا دخولك الفن بالبداية ولا ما كان لهم دور ما ما حسيت أنهم اتدخلوا نوعا ما يعني هو أنا بالنسبة للفن التمثيل ما كنت كتير بدي بدي مسل صارت ظروف صدفة كل صدفة يعني هيك صارت فأنا منه أنا يعني بدأت أقول شاب مراهق أنا كنت عايش بحلب نعم كنا مجموعة من شباب مراهقين نحب التمثيل فكنا نتردد على نوادي نوادي بيعملوا نشاط تمثيل سنوي نعم فنروح لعندن ويشغلون يعطونا أدوار ما بعرف شو نعم وبعدين مرة إجا أنا لحلب فرقة يوسف وهبي أجت من مصر من مصر بدي تعرض بسينما الدنيا بحلب فأنا كتير يعني تشوقت أنه أشوفه حبيت الفكرة نعم يوسف وهبي كتير موجته العظيم وفقرته مشهورة بالمسرح طبعا فبدني أرضو بسينما الدنيا سينما الدنيا إلي صديق هو يشغل الفيلم فقلت له بدك تعرفني على يوسف وهبي بدك تدخيني ورا الكواليس منشان أشوف يوسف وهبي قال لي أولا يهم فعلا بعد يوم دخلت ورا الكواليس وشفت يوسف وهبي هذا العملاق نعم فبوسته وكتير كانيته ومبارش ومعه عناصر الفرقة كلنا نحن العناصر هاي منشوفها بالسينما يعني ممثلينه ممثلين الفرقة في معه ممثل اسمه حسن بس معه بس ذكر شو اسمه بالضبط هذا دائما بياخد أدوار ختيار شوية بياخد أدوار الملعون الشخصية الملعون نعم فطلع فييك أنا طبعا رحت قابل يوسف وهبي رحت الطقامة وعملت بابيون بدنا نمثل يعني يعني كأنه ناجم سينما فطلع فيي هذا حسن قال لي ايده يا ابني ايده قال لي دنت بتعسيمه نعم مش معقول اسمه بقولك ايه قلت له ايه قال لي بتروح بتتصور ثلاث صور واحدة فاس وتنتين بروفيل أنا هعملك نجم سينماي الله فطبعا اخد صورته واخد الصور ما بعض شو وبعدين سافروا وأنا طريبا ما كتير كنت متأمل يعني ما ما توقعت تثبت هالقصة يعني ايه فبعد سي شهر شهرين بجيني رسالة من شركة سينمائي شركة النيل للسينما وانه بدهم يدخلوني المعهد للسينما كمتفرج نعم كاحد عم يحظر لالدروس نعم لأنه انته بدك تصوّر افلام فياي بتصيد لك الحق الشرعي انه انتي تخيم عن المعهد كمتفرج مو كطالب رسمي وان تم اعتمادك بوقتها اثاسي نعم الكتاب هذي جاني ايك عم يحكي فها رحت انا اخذت هالكتاب او درت على اصحابي هذولي منطوط مع بعض بالنوادي بتقولوا شوفوا انا بدا سيو النجم سينابي بمصر وما بعد شو قلت له الوالدي انا بدا روها مصر قال لي شوف انا مخبي لك شوية مصاري مشان تتجوز خدهن وروها مصر بعدين والدتي اللي رحمها سمعت كمان ان شو مصر ما ستسأل شو مصر ما مصر قالوا لا شوفي هذي ابنك راح يروح على مصر بيتجوز مصري وما راح تشوفيه بحياتك خوفوه خوفوه وفي عنا خافت خافته وقاتل ما بدك تروح على مصر ابدا ما راح تروح منعتك اه قلت له لأ بدي روح لأ ما تروح لتيجي يومين ثلاثة شفتها تغيرت اه يعني اه يمرضت اه فلما شوفي تهيك حاليتها قلت له تعالى قلت له شو بديك قلت لي ما بديتروح مصر قلت له ما راح تروح مصر وفعلا ما راح الله يرحمه الله يرحمه